السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الحادي عشر العلمي والصناعي أهلا وسهلا بكم عنوان درسنا لهذا اليوم الاتصال الجزء الثاني يتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس التعرف على مجالات الاتصال لبعض الاقترانات الأساسية تم التعرف في الجزء الأول على تعريف الاقتران المتصل عند أي عدد حقيقي مثل ألف حيث ألف تنتمي لمجال هذا الاقتران قلنا أن الاقتران يكون متصل عند ألف إذا كان الاقتران معرف عند هذه النقطة أيضا نهاية قاف السين عندما سين تقترب من الألف أيضا موجودة كعدد حقيقي والنهاية تساوي الصورة الآن لنعرض النظرية التالية إذا كان قاف السين هالسين اقترانين متصلين عند سين تساوي ألف فإن كلا من الاقترانات الآتية متصلة عند سين تساوي ألف أولا قاف زائد ها أو قاف ناقص ها إذن إذا كان قاف متصل ها متصل فإن مجموع الاقترانين أو حاصل ضرحهما متصل تنين قاف ضرب ها أيضا متصل عند الألف ثلاث ثابت في اقتران كاف في قاف السين أيضا متصل عند ألف رابعا قاف على ها لسين شرط أن هالألف لا تساوي صفر إذن أيضا حاصل قسمة الاقترانين المتصلين سيكون متصل شرط أن هالألف لا تساوي صفر خامسا الجذر النوني لقاف السين أيضا سيكون متصل عند سين تساوي ألف لكن هناك الشرط قاف الألف موجبه إذا كانت نون زوجية وهذا ما تم توضيحه عندما أخذنا نظريات في النهايات لنعود إلى النظرية ونثبت الجزء الأول منها قلنا أن قاف السين وهالأسين اقترانين متصلين عند سين تساوي ألف ماذا يعني أن قاف السين متصل عند سين تساوي ألف؟ هذا يعني أن قاف الألف تساوي نهاية قاف السين عندما سين تقترب من الألف أيضا ماذا يعني هالأسين متصل عند الألف؟ هذا يعني أن هالألف تساوي نهاية هالأسين عندما سين تقترب من الألف المطلوب إثبات أن قاف زائدها أو قاف ناقصها أيضا متصل عند سين تساوي ألف لنفرض أن قاف السين تساوي قاف زائدها لألف كما تعلمنا سابقا أما نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف تساوي نهاية قاف زائدها لسين عندما سين تقترب من الألف وأخذنا النظريات في النهايات أن النهاية توزع على الجمع شرط نهاية الأول موجود ونهاية الثاني موجود طبعا كونه متصل فنهاية الأول موجود ونهاية الثاني موجود إذن تساوي نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف زائد نهاية هالسين لما سين تقترب من الألف ماذا تساوي نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف تساوي قاف الألف لأنه متصل وماذا تساوي نهاية هالسين عندما سين تقترب من ألف تساوي أيضا هالألف لأنه متصل وقاف الألف زائدها الألف هي عبارة عن قاف زائدها الألف إذن النهاية تساوي الصورة وهنا كاف السين والتي تساوي قاف زائدها لسين أيضا متصل عند سين تساوي ألف وبإمكانك عزيز الطالب إثبات النظرية بهذه الطريقة لنناقش المثال الرابع إذا كان قاف السين هالسين اقترانين متصلين عند سين تساوي ثلاث أبحث في اتصال كل من الاقترانات الآتية عند سين تساوي ثلاث لنبدأ بالمطلوب الأول المطلوب إثبات أن خمس قاف ناقص ثلاث هالسين متصل عند سين تساوي ثلاث طبعا خمس قاف ناقص ثلاث هالسين هي عبارة عن خمس قاف السين ناقص ثلاث هالسين أخذنا في السؤال أن قاف السين متصل عند سين تساوي ثلاث هذا كان معطى في السؤال خمس في قاف السين سيكون متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه ثابت ضرب اقتران متصل وهذا ما تعلمناه في النظريات الآن هالسين متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه معطى في السؤال فسيكون ثلاث هالسين متصل عند سين تساوي ثلاث أيضا لأنه ثابت في اقتران متصل لكن الاقتران عبارة عن خمس قاف ناقص ثلاث هالسين متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه حاصل طرح متصلين حسب ما تعلمنا في النظرية المطلوب الثاني البح في اتصال قاف ضرب سبعة هالسين وهي عبارة عن قاف السين في سبعة هالسين قاف السين متصل عند سين تساوي ثلاث وهذا معطى في السؤال هالسين متصل أيضا معطى في السؤال فسيكون سبعة في هالسين متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه ثابت ضرب اقتران متصل فقاف في سبعة هالسين عبارة عن اقتران متصل متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه حاصل ضرب متصلين المطلوب الأخير البحث في اتصال قاف تربيع السين نعلم أن قاف تربيع السين هي عبارة عن قاف السين ضرب قاف السين قاف السين متصل عند سين تساوي ثلاث لأن ذلك معطى في السؤال فسيكون قاف تربيع السين متصل عند سين تساوي ثلاث لأنه حاصل ضرب متصلين لنتذكر معا النظريات في النهايات التي تم أخذها في الدرس السابق النظرية الأولى إذا كان قاف السين اقترانا كثير حدود فإن نهاية قاف السين عند سين تقترب من الألف تساوي قاف الألف وهذا يعني أن الاقتران قاف السين والذي هو عبارة عن كثير حدود دائما متصل على حا إذن كل اقتران كثير حدود متصل دائما على مجاله تنين إذا كان قاف السين يساوي كاف السين على ها لسين حيث هذا الاقتران هو اقتران نسبي فإن نهاية قاف السين ستساوي كاف الألف على ها لألف كاف الألف على ها لألف هي عبارة عن قاف الألف لأنه عند تعويض قاف الألف سيكون كاف الألف على ها لألف إذن نهاية قاف السين عندما سين تقترب من الألف تساوي قاف الألف وهذا يعني أن الاقتران النسبي دائما متصل على مجاله طبعا نتذكر أن مجاله حام معدى أصفار المقام إذن هنا يوجد شرط أن ها لألف لا تساوي صفر طبعا أخذنا النظريات أن النهاية إذا كانت موجودة لقاف وموجودة لها فيتوزع على الجمع الطرح الضرب القسمة وأن نهاية قاف السين عندما سين تقترب لألف إذا كانت قاف لها القوة نون فماذا تساوي النهاية؟ تساوي النهاية قوة نون وتساوي لام قوة نون وهذا يعني أن نهاية قاف السين قوة نون عندما سين تقترب من ألف ستساوي نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف الكل قوة نون وتساوي قاف الألف قوة نون إذن نهاية قاف السين قوة نون عندما سين تقترب من ألف تساوي قاف الألف الكل قوة نون حيث نون عدد صحيح موجب وهذا يقودنا إذا كان الإقتران قاف متصل فإن قاف قوة نون لسين ستكون أيضا متصل عند سين تساوي ألف وتعلمنا سابقا أنه إذا كان الإقتران قاف السين يساوي جيب سين فإن نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف تساوي جيب الألف يعني تساوي قاف الألف فالنهاية تساوي الصورة إذا كان قاف يساوي جيب وأيضا إذا كان قاف السين تساوي جتة سين فإن نهاية الإقتران تساوي جتة ألف وهي عبارة عن قاف الألف وهذا يعني أن الاقتران جيب سين وجتا سين دائما متصلة وهذا يقودنا إلى ما يلي أتعلم إذا كان قاف السين اقتران كثير حدود فإن قاف السين اقتران متصل لجميع سين تنتمي لها أيضا أي اقتران نسبي فإنه متصل لجميع قيم سين تنتمي لها معدى أصفار المقام ثلاث إذا كان قاف السين متصل لكل سين تنتمي لها فإن قاف كو نون لسين أيضا متصل لكل سين تنتمي لها شرط أن نون عدد صحيح موجب رابعا إذا كان قاف السين يساوي جيب سين فإن الاقتران متصل على حا وإذا كان قاف السين يساوي جتا سين أيضا سيكون الاقتران متصل على حا سادسا إذا كان قاف السين يساوي القيمة المطلقة لها لسين فإن قاف السين اقتران متصل على حا شرط أنها لسين متصل ولتوضيح النقطة السادسة لنعتبر أن هذا هو الاقتران لسين كما نلاحظ أن هذا الاقتران متصل عند أي نقطة سنجد أن النهاية والصورة هي نفسها عند إعادة تعريف القيمة المطلقة فالاقتران الموجب يبقى كما هو أما الاقتران السالب سيتم ضربه في سالب حتى يصبح موجب إذن في هذه الفترة كان الاقتران موجب بقي الاقتران كما هو في هذه الفترة الاقتران سالب فقيمته المطلقة سالبها لسين أما هذه الفترة فها لسين موجب فتبقى قيمته المطلقة كما هي وفي هذه الفترة ها لسين سالب فقيمتها المطلقة سالبها لسين حتى نوضح أن هذا الاقتران متصل على حا لنأخذ قيمة هنا سنلاحظ أن النهاية والصورة فعلا نفسها فهذا الاقتران متصل في هذه الفترة أو هذه الفترة أو هذه الفترة أو هذه الفترة لكن إذا كان ألف يمثل جذر الاقتران طبعا بما أن ألف جذر الاقتران فقافل ألف تساوي صفر النهاية لنبين أن الاقتران متصل سنأخذ النهاية عندما سين تقترب من ألف من جهة اليمين وسنأخذ النهاية عندما سين تقترب من جهات اليسار نلاحظ هنا من اليمين هالسين ومن اليسار سالب هالسين النهاية من اليمين كما نلاحظ تقترب من الصفر ومن اليسار أيضا اقتربت من الصفر فالاقتران متصل عند ألف لو كانت هذه هي ألف أيضا صفر الاقتران سنجد أن قاف الألف تساوي صفر وسنأخذ النهاية في البداية من اليمين ثم من اليسار من اليمين سالب هالسين ومن اليسار هالسين من اليمين لاحظ أن النهاية تقترب من الصفر ومن اليسار أيضا نهاية تقترب من الصفر إذن الاقتران متصل سنلاحظ إذا كانت ألف هي عبارة عن جذر الاقتران فالنهاية من اليمين إما هالسين أو سالب هالسين وكلاهما صفر أما النهاية من اليسار إما سالب هالسين أو هالسين وكلاهما تساوي صفر إذن اقتران القيمة المطلقة لاقتران متصل دائما متصل ولإثبات أن اقتران القيمة المطلقة لاقتران متصل جبريا هو متصل أولا سنعيد تعريف اقتران القيمة المطلقة نعلم أن القيمة المطلقة لهالسين هالسين إذا كانت هالسين موجبة صفر إذا كانت هالسين تساوي صفر وسالب هالسين إذا كانت هالسين سالبة لنبدأ بالفترة الأولى عندما هالسين أكبر من صفر فالاقتران يساوي هالسين وهالسين اقتران متصل كما هو معطى أما عندما هالسين أقل من صفر فالاقتران هو سالب هالسين وسالب هالسين متصل لأنه ثابت في متصل يمكن اعتبارها سالب واحد في هالسين وثابت في متصل هو متصل ثالثا سنأخذ الاتصال عند ألف إذا كانت ألف هي جذر الاقتران يعني هالألف تساوي صفر سنأخذ النهاية من اليمين اتفقنا النهاية من اليمين إما موجب هالسين أو سالب هالسين فالنهاية ستساوي إما موجب هالألف أو سالب هالألف وستساوي صفر سواء موجب أو سالب لأن هالألف تساوي صفر وإذا أخذنا النهاية من اليسار ستساوي نهاية موجب أو سالب هالسين طبعا بما إنها متصل فسيساوي إما موجب أو سالب هالألف سواء موجبها أو سالبها فالناتج صفر لأن هالألف تساوي صفر إذن نهاية قاف السين عندما سين تقترب من ألف تساوي قاف الألف إذن فعلا قاف السين متصل لجميع قيم سين تنتمي لحا المثال الخامس أبحث في اتصال كل من الإقترانات الآتية الأول قاف السين تساوي سين تربيع في جتسين ناقص سين زائد ثلاث على سين تربيع زائد أربع سنلاحظ أن سين تربيع هو إقتران متصل لأنه كثير حدود جتسين أيضا متصل حسب ما تعلمنا سابقا أما هذا الإقتران فهو إقتران نسبي فهو متصل على ما عدا أصفار المقام هل يوجد أصفار مقام سين تربيع زائد أربعة هل تساوي صفر طبعا لا تساوي صفر إذن متصل في متصل هو إقتران متصل وهذا متصل لأنه نسبي والمقام لا يساوي صفر فأصبح قاف السين هو حاصل طرح متصلين فهو متصل على ها أما كاف السين فهي عبارة عن خمسة زائد القيمة المطلقة لسين تربيع ناقص سين ناقص 12 خمسة إقتران متصل لأنه ثابت القيمة المطلقة كما تعلمنا سابقا ما في داخلها سين تربيع ناقص سين ناقص 12 كثير حدود فهو متصل والقيمة المطلقة لمتصل هي أيضا متصلة فأصبح كاف السين عبارة عن حاصل جمع إقترانين متصلين فهو متصل على ها إذا كان قاف السين يساوي الجذر التربيع إلى سين تربيع زائد 1 على سين تربيع ناقص 1 فجد قيم سين التي يكون عندها قاف السين غير متصل نلاحظ أن هذا الإقتران هو الجذر وما في داخل الجذر هو عبارة عن إقتران نسبي والإقتران النسبي سين تربيع زائد 1 على سين تربيع ناقص 1 متصل على ها ما عدا أصفار المقام فما هي أصفار المقام؟ سين تربيع ناقص 1 متى تساوي 0؟ الفارق بين مربعين عند تحليلها فستكون إما سين 1 أو سين تساوي سالب 1 أيضاً كون الجذر زوجي فيجب أن تكون إشارة ما في داخله موجبة إذن سنبحث في إشارة الإقتران النسبي البسط عبارة عن سين تربيع زائد 1 وهو موجب دائماً لأن مميزه سالب أما سين تربيع ناقص 1 عبارة تربيعية طبعاً هون أصفارها سالب 1 1 أصفار المقام إشارتها النفس معامل سين تربيع عكس نفس هذه إشارة المقام المطلوب إشارة الإقتران النسبي بشكل عام الإقتران النسبي غير معرف عند الواحد والسالب واحد للبحث في الإشارة سنقسم موجب على موجب 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 على سالب سالب موجب على موجب موجب إذن تحت الجذر في هذه الفترة الإشارة سالب بما إن الإشارة سالب إذن هنا سيكون الإقتران غير معرف عندها وبالتالي سيكون الإقتران غير متصل لأن المطلوب هو إيجاد قيم سين التي يكون عندها الإقتران غير متصل فقاف السين غير متصل على الفترة المغلقة من سالب 1 لواحد إذا كان قاف السين يساوي سين تربيع ناقص 30 ناقص 5 على سين تربيع ناقص 30 سين زائد 2 كاف متصل على ح فما مجموعة قيم الثابت كاف طبعا الإقتران قاف هو عبارة عن إقتران نسبي فهو متصل على ح ما عدا أصفار المقام بما أن السؤال أعطى أن الاتصال على ح كلها هذا يعني أنه لا يوجد أصفار للمقام والمقام عبارة تربعية فمتى تكون العبارة التربعية لا يوجد لها أصفار عندما يكون المميز أقل من صفر المميز سالب والمميز حسب ما تعلمنا با تربيع ناقص 4 ألف جيم با هي معامل سين ألف هي معامل سين تربيع وجيم هو الحد المطلق با سالب 2 تربيع ناقص 4 في ألف 1 في جيم وهي عبارة عن تنين كاف هذا هو المميز متى المميز سالب سالب 2 تربيع 4 ناقص 8 كاف متى أقل من صفر بطرح الأربع من الطرفين سالب 8 كاف متى أقل من سالب 4 بالقسمة على سالب ستصبح كاف أكبر من مص إذن المجموعة قيم كاف التي يكون عندها الاقتراع المتصل عليها هي الفترة من نص إلى ما لا نهاية والآن عزيز الطالب أصبح بإمكانك هل المهمة التقويية والتي تتكون من هذه الأسئلة؟ إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من درس الاتصال دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر